بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبناء طلبة إلى تمرين آخر للمراجعة هذا التمرين فيه النشر والتحليل وحل متراجحة إذن هذا التمرين اخترته من بين التمرين الأخرى لأن هناك بعض الملاحظات فيه نستعملوها وننبهكم إليها هي ملاحظات سهلة ولكن عليكم التنبيه إليها إذن رقزوا معي إذن سؤال الأول يقول تحقق من المساواة التالية المساواة هي 3x زائد 1 ضرب x ناقص 4 تساوي 3x موربع ناقص 11x ناقص 4 ثم السؤال الثاني يقول حل العبارة إلى جداء عاملين يعني عبارة هذه تحلوها لازم تلقوها على شكل جداء عاملين ثم أخيرا حل المتراجحة التالية اللي هي 3x زائد 1 في x ناقص 4 أقل أو تساوي من 3x موربع زائد 7 إذن فلننطلق على بركة الله في السؤال الأول إذن رقزوا معي كي يقول لكم مثل هذا السؤال تحقق من المساواة التالية إذن مش معناتها هنا مساواة لازم تحقق بالطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن إحنا لازم ننطلق من الطرف الأيسر لماذا؟ لأن في الطرف الأيسر هناك نشر أما في الطرف الأيمن ما عنديش كيف نتحرك لأنها معادلة من درجة ثانية والمعادلة من درجة ثانية ما زال ما قلتوهاش إذن ننطلق على بركة الله في عملية الناشر إذن أول نحن ندير ثلاثة إكس في العمل الأول وهي ثلاثة إكس في إكس وشي مبلي ثلاثة إكس مربح ثم ثلاثة إكس في ناقص أربعة وشي مبلي ناقص ثلاثة في أربعة إثنى عشر إكس ثم متابع العملية واحد واحد في إكس مثلي زائد إكس ثم أخيرا زايد واحد في ناقص أربعة تمتلي ناقص أربعة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن ثلاثة إكس مربع يبقى كما هو لأن ليس هناك عمل آخر باش نزيده معاه ثم ناقص ناش إكس مع زائد إكس مبلي ناقص إحدى عشر إكس ناقص أربعة وفي الآخير ألقينا أن نفس الشي يساوي 3 إكس مربع ناقص إحدى عشر إكس ناقص أربعة إذن أوش نقول هنا؟ نقول المساواة محققة إذن نقول المساواة محققة إذن سؤال ثاني تحليل عبارة أ إلى جداء عاملين هل هناك عامل مشترك؟ لا يوجد عامل مشترك لا أسماعليا نظهر العامل مشترك كيف نظهر العامل مشترك؟ ولاحظ أن ثلاثة إكس مربع ناقص إحدى عشر إكس ناقص أربعة لوجدته في سؤال أول ونفس هذا إذن أعوضه بما يساويه قد تحقق من المساواة يعني المساواة هذه محققة وش نديها؟ راح أعوض هذه العبارة بالعبارة تحادث إذن مش نكتب اركزونايا إذن قلت أن هذه العبارة تساوي هذه العبارة يعني جدأت ثلاثة إكس زايد واحد في إكس ناقص أربعة إذن أعوضه بما يساويه إذن مش نكتب؟ نكتب ثلاثة إكس زايد واحد في إيكس ناقص هذا الأربعة إذن هذه الملاحظة اللي حبيت نقولها لكم عندما نعوض نكمل زائد الطرف الثاني ثلاثة إيكس زايد واحد الكل مربح إذن ماذا ألاحظ؟ نلاحظ في هذه الحالة أن ثلاثة إيكس زايد واحد مكرر مرتين مكرر في الطرف هذا وفي الطرف هذا إذن نحوك عام المشترك إذن تديلي ثلاثة إيكس أرجو الإرتباح ثلاثة إيكس زايد واحد نحوك عام المشترك وش يبقى لي كنح هذا كعمل المشترك وش يبقى لي؟ يبقى لي هنا إيكس ناقص أربعة وهنا وش يبقى لي؟ هنا مربع صفدير يعني مضرب في نفسه مرتين إذن يبقى لي مرة واحدة من ثلاثة إيكس زايد واحد ثلاثة إيكس زايد واحد ثم نجمع ما داخل الأقواص إذن إيكس زايد ثلاثة إيكس تولي لي أربعة إيكس ركزوا معي إذن نكمل الحل إذن قلت أتعنا ماذا تساوي؟ ثلاثة إيكس زايد واحد في إيكس زايد ثلاثة إيكس أربعة إيكس في أربعة إيكس ناقص أربعة زايد ثلاثة ناقص ثلاثة وفي الأخير حللنا أ إلى جدا عاملين لهم ثلاثة إيكس زايد واحد في أربعة إيكس ناقص ثلاثة ننطلق إلى السؤال الثالث لأنه هو حل متراجحة إذن دائما نكتب المتراجحة كما هي ثم نطلق في الحل إذن هذه المترجحة إذن هو جداء عاملة هنا نفس الشيء ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هذا العامل ثلاثة إكس زائد واحد في إكس نقص ربعة ماذا يساوي؟ حسب السؤال الأول ماذا يساوي؟ إذن قلت يساوي ثلاثة إكس مربع نقص إحدى عشر إكس نقص أربعة يلقي نفسه الأول دائما بالعملية العكسية هذا الجداء هو اللي نعوضه بالقيمة التاعو إذن نكتب إذن نركز معي إذن ثلاثة إكس مربع نقص إحدى عشر إكس نقص أربعة أقل أو تساوي ماذا تساوي؟ العبارة ثلاثة إكس مربع زائد سبعة ثم الآن ننقل أطرف الإكس من جهة وأطرف الأعداد من جهة إذن أنقل كل هذا إلى الطرف اللي هنا وش تقول لي لي؟ ثلاثة إكس مربع نقص إحدى عشر إكس نقص أربعة نقص ثلاثة إكس مربع نقص سبعة أقل أو تساوي من السفر ركزوا معي إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن ثلاثة إكس مربع يروح معا نقص ثلاثة إكس مربع وش يبقى لي؟ نقص إحدى إكس يبقى لي نقص إحدى إكس في الأعداد ثم إكس نقص أربعة، نقص سبعة، نقص إحدى عشر جيد أقل أو تساوي من السفر ثم أنقل الأعداد من جهة والإكس من جهة إذن نقص إحدى عشر إكس أقل أو تساوي من نقص إحدى إكس كي يقول لي الطرف الآخر يولي لي زائد حداش إذن هما وش رح ندير؟ نقسم على نقص إحدى ونقسم على نقص إحدى ولكن حذاري وغير من إتجاه المترجحة التاعي هنا رح تولي لي أكبر أو تساوي قلنا في المترجحات إذا قسمنا أو ضربنا في الناقص فإننا نغير من الشكل تحت كانت أصغر أو تساوي تولي أكبر أو تساوي ما توليش أكبر تماما تولي أكبر أو تساوي المساوات هذه تبقى دائمة إذن نقص إحدى عالى نقص إحدى إكس أكبر أو تساوي إحدى عالى نقص إحدى ماذا تساوي؟ تساوي نقص واحد إذا حبيتو إذن هذه هي حلول رح نمثلها لكم على تمثيل على خط الحلول التاحة تمثيل بياني إذن تمثيل بياني ذي هذه الحلول وش ندير؟ ندير خط مستقيم نكتب الأعداد الموجبة والأعداد الساليبة ثم ندير سفر في المركز ثم أين هي القيمة اللي وجناها يعني النقص واحد أين تقع؟ تقع في الطرف هذا الأعداد الساليبة نقص واحد إذن أين هي الحلول؟ الحلول هي جميع الأعداد مع النقص واحد الأكبر من مين هي؟ هي الأعداد اللي تجي في الجهة هذه إذن أغلق العارضة هكذا على النقص واحد ثم نشطب على هذا الوسم ليست حلول هذه ولكن أين هي الحلول؟ الحلول هذه هي الحلول هي كل هذه الأعداد هنا واحد اثنين ثلاثة كل هذه الأعداد هي حلول المطرد وبهذا نكون عند نهاية هذا التمرين أتمنى أن يكون يعني مفهوم للجميع وشرح واضح للجميع ومراجعة موفقة بإذن الرحمن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأدعو لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر